بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة تربيق جديد على الجروب بوليسي. ازاي اغير بتاعته اليوزر. اه في اماكن كتيرة في الشغل بتحب دايما تبقى البيتجراوندر عند اليوزر. عبارة عن شعار المكان سواء كان شركة سواء كان مدرسة سواء اي حاجة. الشغل بتاعها سهل قوي عن طريق جروب بوليسي واهم حاجة يكون عندك الصورة اه جي بي جي. اول حاجة هعملها انا دلوقتي ان انا هدخل اشوف الصورة اللي انا هشتغل عليها. ايدي الصورة اهي في البيتجر افتحها ابص عليها. ايه هي دي الصورة اللي انا هتبقها. تمام? هاخدها كوبي. اروح هحضر الفولدر اللي هشتغل فيه. تمام? هسامي اسم يقبر عنه. احط الصورة طبعا جواب بيست. هدي كده ايه? الصورة حطيتها في المكان بتاعها. لخاطر بعدها هشتغل بقى الفولدر ده. عادي الشيرينج. الشيارة عادي خالص. هتشايرها باسم ايه? كل اللي انا هعمله هزود علامة الدررة الصين ودي مش يكباري طبعا بس عشان محدش يوصل للفولدر ده يبقى هيدن يعني. تمام? وطبعا لازم يكون الناس واخد ايه برميشن عليه آآ ريد عشان يقدروا يشوف الصورة اللي جوه. تمام? هتأكد من البرميشن ايه? هلاقي فعلا افري وان. واخد ريد. اوكي. اوكي. طبعا هحتاج الباس ده عشان هشاور له الجوة الجروب بوليسي ان الفولدر بتاعي الصورة موجودة جوة انه فولدر. بس كده هقول له كده حدرت الصورة في المكان. ابدأ بقى اخش عالجروب بوليسي بتاعتي بطريقة العادية بتاعتنا. بقى جي طريقة من الطرق بتاعتنا. عليه جوة الجروب بوليسي مانيجمنت ايه? هبدأ كارية جروب بوليسي جديدة. وطبعا دايما بنفضل اسمي عبر كالعادة بقى. اسمي عبر عنها شرحة بتاعديل فيها بعد كده او هلغيها او او اعمل عليها اي شغل انا عايزه. او اعملها لينك زي ما هنشوف هنطبق اهلا عنه ويو. ادين كارية الجروب بوليسي الفاضية هاخش هقول له ايدت. انا طبعا هتبقى على اليوزر فههخش على اليوزر بوليسيز هخش على ادمنتراتيف تيمبليت هنلاقي حاجة واديما على طول اسمها ديسكتوب. انا لو كبرت كده وجبت الساندر عشان يبقى الكلام واضح معي. هلاقي فيها فولدر اسم ديسكتوب هادخل عليه برضو. هلاقي جوا حاجة اسمها مباشرة كده ديسكتوب والبيبر. هقول له انابل احط الباست انا باخده باست. بده رسائن بتاعتي زي ما احنا شايفين. واكمل الباست بتاعي. هقول له اسم الصورة ايه? تمام? مش بشاور على الفولدر بس يا جماعة. باختار اسم الفايل. فبعمل باكسلاش واكتب الباست بتاعه بالكامل اسم الفايل اللي هو موسلي اكاديمي دوت جي بي جي. ومنساش بتاعي. تمام? اقول له او كي? طبعا انا الصورة بتبقى في نص الشاشة. طبعا لو الصورة صغيرة عاديه طبعا مجموعة العادية بتاعتنا الصورة تتقرر تتبقى في حسب ما انا عايز. زي ما انت عايز. تمام? انا كده خلاص خلاص بتاعتي. ناقص اقول له طبقها على عنه او يو. انا او يو بتاعتي اللي فيها اليوزر هتطبق عليها. اللي هي اسمها يوزر كمبيوتر. تمام? فحاجة على الايو دي. هقول له رايت كليك لينك ان اكزيستنج يوزر طبع اه اكزيستنج جروب بوليسي. اهي جي بي او. هاختور الجروب بوليسي بتاعتي. طبعا نحب دايما نحب نقول له ايه انفورسي ده عشان اتأكد انها تطبق. وطبعا دي هتظهر لما اليوزر يعمل لوجو اف وعدين لوجو اين على الجاز بتاعه. شكرا.